بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أتوجه في بداية هذا الاجتماع إلى الشعب التونسي وعليكم بطبيعة الحال ونحن على وشك توديع سنة إدارية أو شكت على نهايتها واستقبالي أخرى جديدة بأصدق التمنيات بأن يكون العام المقبل سنة خير ويمن وبركة ورخاء وسلام داعيان الله أن يبارك لنا في أعمالنا ويسر أمرنا ويعيننا على حمل أثقال المسؤولية والأمانات وأن يحفظ وطننا وكرامة مواطنين ومواطناتنا وعزة وطننا ستبقى دائما حاضرة في عقولنا وفي وجداننا وفي كل خطوة نخطوها وفي كل عمل نسعى إلى تحقيقه وبعقول أبناء هذا الوطن العزيز وبناته سنواصل مسيرة النظال والتحرير متوكلين على الله تعالى معولين على أنفسنا وعلى قدراتنا بناء على اختيارات شعبنا فبعقولنا وبرؤوسنا وبقدرات أبناء هذا الشعب سنبلي إن شاء الله مستقبلاً أفضل بكثير مما تحقق سنصل إلى تحقيق آمالنا وأحلامنا وآمانينا وفي هذا الوقت الذي أتوجه فيه إلى شعبنا العظيم بأخلص التمنيات لا يمكن أن يغيب عنه بل لا يمكن أن يغيب عن أحداً من أحرار العالم العدوان الوحشي الهمجي الصهيوني على شعبنا في فلسطين السليبة أننا من منطلق قناعتنا الراسقة نفعل كل ما نستطيع للوقوف إلى جانب أشقائنا في فلسطين السليبة وأننا على يقين من أن النصر آتاً بالرغم من أن قلوبنا تعتصر كمداً وألماً على يقين من أن فلسطين ستتحرر كله وسيقيم الشعب الفلسطيني على أرضه دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين كما أننا على يقين من أن المجتمع الإنساني بدأ يتقدم شيئاً فشيئاً على المجتمع الدولي التقليدي وسيستمر العالم كله في قادم العقود في هذا الاتجاه وستتغير الكثير من المفاهيم ومن التوازنات فالمظاهرات في كل دول العالم وفي العواصم الغربية بالذات بمئات الألاف تشير بالبنان إلى أن العالم بدأ يدخل مرحلة جديدة في تاريخه وستنتصر القيم الإنسانية النبيلة على السياسات التي أدت إلى المآسي وإلى المجاعات وإلى الحروب فتمنياتنا القالصة لكل أحرار العالم ويا أحرار العالم ويا دعاة العدل والكرامة الإنسانية اتحدوا حتى يهنئ بعضنا البعض بكل عام جديد وقد بدأت تتهاوى كل أشكال الاستبداد وتتهاوى معها الصهيونية والعنصرية وكل أشكال الهيمنة والاستعمار